بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لحضوركم اليوم ولله الحمد تم اقرار موازنة 2023 و2024 و2025 هذه اول موازنة تعد من قبل الحكومة اخذت وقت كافي من النقاش والبحث بالشكل الذي يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال الموازنة وكانت واحدة من الاشكاليات التي تطرح على الحكومات السابقة انه لم تكن هناك علاقة بين البرنامج والمنهاج الوزاري مع الموازنات التي تقر تأخيرنا اضافة الى اسباب اخرى كان من اجل تلافي هذا الخلل والتأكد من ان ما تبنيناه من اولويات في البرنامج الحكومي يكون حاضرا في هذه الموازنة هذه الموازنة ستتكرر لثلاث سنوات وحسب قانون الادارة المالية رقم ستة لسنة 2019 الذي اجاز الحكومة اعداد موازنة مع وجود امكانية للتعديل لوزارة المالية والتخطيط وما فقط مجلس الوزراء ومجلس النواب هذه الخطوة خطوة جرية وتحسب لهذه الحكومة وهي تعبر عن ثقة بما نحمله من رؤية وما نرسمه من اهداف لهذا قدمنا مشروع موازنة نحن مسؤولون على تنفيذ ما فيه من برامج ومشاريع وخطط وسياسات على مدار ثلاث سنوات ان حصل تغيير وممكن يحصل على ضوء اسعار النفط الكميات المستجدات ممكن نعد تعديل على الجداول وعلى الارقام وتعرض على مجلس النواب الاهمية اضافة الى هذه الرؤية وتثبيت ما نمتلكه من بردامج في موازنة ثلاث سنوات هي تدعم الاستقرار المالي تعلمون ان الوزارات تدخل في مرحلة سبات نهاية السنة وتبدأ ايضا في مرحلة سبات في بداية السنة لحين اقرار قانون الموازنة الجديد وما بين هذه المرحلة وتلك نحن امام مؤقل من ست سنوات البلد مشلول وزارات مشاريع تعاقدات الاجراءات واذا تصاحب مرحلة تجاذبات او مشاكل سياسية فالمشكلة تكون مركبة وتلقي بظلالها دائما على سياق الدولة وادارتها وتنفيذها للمشاريع اللي ينتظرها المواطن لذلك اصبحت جزء من الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطن عندما يعلم ان الموازنة اقرت على اعتبار ان فيها حلول لما يواجهه من مشاكل وما يعانيه من نقص على المستوى المعيشي والخدمات الان نحن امام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات كافية لأي حكومة واي وزارة ان تقدم ما لديها وتعكسها باجراءات تنفيذية للمسا المواطن مثل ما ذكرت كان هناك تأخير بسبب الاوضاع عدم الاستقرار الاسواق المالية وتقلبات سعر الدولار قرارنا بالذهاب الى معالجة نسبة الترخم وتغيير سعر الصرف وهذا ترتب عليه اعادة احتساب للموازنة ايضا الحكومة باشرت في نهاية شهر العاشر ودخل مجلس النواب في عطلة تشريعية استغرقنا الوقت المطلوب كما ذكرت في وائمة البردامج الحكومي مع الموازنة فكان هذا احد اسباب التأخير المعالجات التي اتخذتها الحكومة في تثبيت المحاضرين والعقود والشهادات العليا والاوائل هذه جزء من الاستحقاقات حتى تكون الصورة واضحة لوزارة المالية بحيث تأمن التخصيصات المطلوبة في هذه الموازنة وهذا ما حصل بعد ما انجزنا التدقيق واصدرنا قرارات بين مجلس الوزراء كان يحتاج للمالية ان تحتسب كم مطلوب منها من اموال حتى تضمن انسيابية صرف رواتب هذه الاعداد هذه الموازنة فيها معالجات وحسب اولويات البرنامج الحكومي عندما تبنينا مكافحة او معالجة الفقر فقد وضعنا هنا في هذه الموازنة اجراءات عملية اولا زيادة مساحة الشمول ولذلك الوزارة ولأول مرة انا راح اكرر هذا المصطلح لأول مرة لأول مرة الوزارة العمل تبادر لاجراء البحث الاجتماعي وما تنتظر الموازنة هذا كان من الاخطاء الشائعة في اداء الوزارات السابقة ان ترهن عملية البحث مع التخصيصات وهذا يوصلنا الى نهاية السنة والفقير ما يحصل على الاعانة النقدية اللي ينتظر لا احنا بدأنا نطينا اعاز 15 واحد بلشنا بالبحث الاجتماعي والآن اجاوزنا 50 بالمئة مع اقرار قانون الموازنة راح نصرف اليعانات النقدية للمستحقين فنطينا مساحة شمول بعدد لا يقل عن 600 الف راتف او 600 الف اعانة نقدية ايضا اعطينا اعانة نقدية اضافية لابناء الاسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية لمن هم تلاميذ او طلاب وفق القوانين اللي موجودة لكن بحكم التخصيصات وجهناها الى هذه الاسر حتى نعالج هذه الفجوة الفجوة الفقر الواضحة بين فئات المجتمع كذلك لأول مرة ننشئ صندوق خاص لدعم المحافظات الاكثر فقرا والتي تحدد من قبل وزارة التخطيط بموجب المسوحات السنوية هذا الصندوق سوف يعالج هذه الحالة حالة الفقر في هذه المحافظات ومثل ما ذكرنا في اكثر من المناسبة نحن امام الفقر متعدد الابعاد ليس نقص الدخل المعيشي وانما خدمات التربية والصحة والسكن هذه مهمة جدا حتى ننهض بهذه العائلة ولا نساهم بشكل غير مباشر في توريث الفقر وخلق مناطق او مدن او احياء بائسة تفتقر الى ابسط مقومات الحياة هذه المعالجات الثلاثة المهمة سوف تكون كفيلة بخف نسبة الفقر وانا اتكلم بثقة ان المسوحات القادمة ان شاء الله سوف تشهد خفض لنسبة الفقر في العراق على ضوء تنفيذ هذه المفردات في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحرر وخصصنا مبلغ خمسمائة مليار بينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل الساكنة او العوائل النازحة التي نبغي اعادتهم الى محافظاتهم لازم نهيئ هذه المدن حتى ننهي ملف النازحين كذلك تضمنت الموازنة الى انشاء صندوق لدعم لعادة اعمار مناطق سنجار وسهل نينو وخصصنا مبلغ خمسين مليار دينار جزء كان اخذ وقت ايضا في تأخير الموازنة هو التفاهم مع الاخوة في اقليم كردستان ولله الحمد خرجنا باتفاق شامل حول القضايا التي تمثل مشاكل عالقة بين بغداد واربيل حصل هذا التفاهم على اغلب المواد المتعلقة بالموازنة بتصدير النفط ببيع النفط بطريقة الادارة والاشراف لكن اود ان اشير الى انه لأول مرة يتم التوصل الى اتفاق بان يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الاقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير او بيع النفط الخام ومشتقاته بدون اي استقطاعات لأي غرب كان ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم او من يخوله بصلاحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق كافة الحسابات المماثلة الاخرى هذا تفاهم مهم جدا لتأكيد سيادة الدولة على الايرادات وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم طبعا في نقاط فقرات اخرى تتعلق بالتدقيق والرقابة على هذا الحساب وبعيدا عن الصيغ معقدة كانت التفاهمات بنقاط واضحة توضح التزامات حكومة الاتحادية والتزامات حكومة الاقليم وفق الدستور والقانون والاتفاق السياسي الذي تم تضمينه في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواة في حال اي وجود خلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سوف تكون هناك لجنة مشتركة ترفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لإصدار القرار المناسب كل انطباع الموجود لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم نحن ماضون باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق وهو مقدمة للذهاب الى الاستحقاق الاهم وهو تشريع قانون النفط والغاز اجمال الموازنة يمكن الارقام فيها تعديل طفيف على ضوء النقاشات التي صارت اجمال الموازنة 197 تريليون و828 مليار دينار التشغيلية 150 تريليون و273 مليار الاستثمارية 47 تريليون 555 مليار دينار العجز 63 تريليون و275 مليار اجمال الايرادات 134 تريليون 553 مليار الايرادات النفطية 117 تريليون و222 مليار على اساس سعر برميل النفط 70 دولار وبكمية تصدير 3 مليون و500 ألف برميل منها 400 ألف برميل من اقليم كردستان الايرادات غير النفطية 17 تريليون 301 مليار دينار طبعا بالتأكيد ستكون هناك تساؤلات كيف حجم هذه الموازنة التشغيلية بهذا الارتفاع تفعت لعدة أسباب أولا ما ترتب عليه من تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات والتعينات الإضافية التي تتعلق بالشهادات العليا والأوائل كذلك ما يتعلق بالمديونية المديونية التي لم تسدد سابقا بسبب عدم وجود قانون للموازنة يعني في 2021 تم تزديد 6 تريليون 875 في هذا العام سنسدد 12 تريليون 750 وهذه المديونية الداخلية وخارجية واجبة الدفع أيضا هناك زيادة في بعض التخصيصات التي وجدناها ضرورية يعني مثلا التخصيصات الأدوية التي تعانى منها المستشفيات وقطاع الصحي بأهميته تم زيادته بمقدار 300 مليار دينار ليصبح 1 تريليون وستمئة البترو دولار سيكون 2 تريليون يوزع للمحافظات تنمية الأقاليم 2.5 تريليون في هذه الموازنة أعطينا حق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة مو فقط الممولة سابقا التمويل ممكن يروح للأمانات لا ما يخصص للمحافظات من التنمية من تنمية الأقاليم يتم تدويره هذا حق للمحافظة إذا تعذر تعذرت الظروف في عدن صرف هذا المبلغ بإمكان المحافظة أن تستفيد منه من السنة الأخرى هذا جزء من إحقاق العدالة مع المحافظات وإعطاها مساحة لتنفيذ مشاريح الحديث أيضا سوف يحصل على الموازنة ويكون هناك نقاش ماذا قدمت هذه الموازنة من إصلاحات يعني هل أنه نبقى نحن نجيب لكلوس مالة النفوط ونوزحها شنو الشيء الجديد في هذه الموازنة بحيث ممكن يخلقن بارقة أمل أننا في الطريق السليم لإصلاح وضعنا الأقتصادي أولا تم تضمين هذا المشروع مشروع القانون إنشاء صندوق العراق للتنمية وضعنا لتخصيص واحدة رليون كنا نأمل أكثر لكن سوف نبدأ بواحدة رليون وهذا صندوق موجه للقطاع الخاص وهنا نتكلم عن القطاع الخاص ودوره في هذه الموازنة بدون دعم الدولة لا يتمكن القطاع الخاص من تثبيت أقدامه وتنفيذ ما مطلوب مننا من التزامات تمثل إسناد في الدولة في معالجة المشاكل للبلد هذا الصندوق بإقرار مشروع القانون إن شاء الله مجلس النواب يقرر هذا المشروع ونؤكد على هذه الفقرة المادة الأساسية سوف نذهب لإعداد نظام خاص لهذا الصندوق بصلاحيات مجلس الوزراء ونبدأ بتنفيذ وطرح المشاريع وسوف نوجه ابتداء هذا الصندوق للسكن وبناء المدارس لكن بتنفيذ من القطاع الخاص متعاقدات حكومية وهذا واحد من المعالجات لإدارة الدولة كيف أنه القطاع الخاص يكون شريك مع الحكومة مع الدولة في معالجة أزمات مزمنة تواجه المواطن أنا إذا أريد أبني مدارس ثمانة آلاف اللي هو استحقاق اليوم موجود وزير التربية يريد من عدي ثمانة آلاف مدرس اليوم يحتاج لي على النمط السائد في عملية إقرار وتنفيذ والتعاقد والتفاصيل يحتاج لي ألف مدرسة مثل المدارس الصينية العراقية أهل الاتفاق ألف مدرسة سنتين بثلث سنوات خمس سنوات حتى ننفذ ألف مدرسة طيب حتى ننفذ الثمانة يرد لي أربعين سنة مع زيادة نسبة في هذا المشروع سوف نطلق تنفيذ ثمانة آلاف مدرسة دفعة واحدة قطاع الخاص تعال نفذ للمدارس هذه وفق موديل اقتصادي يعد في حينه ويثبت طريقة الاستقطاع اللي راح يتبنى هذا الصندوق ينطي للقطاع الخاص سنويا جزء من هذه المبالغ أي شبيه بالدفع بالآجل مجلس العمار الاتفاقية الصينية بشكلها الأوسع نفس المبدأ استقطاع جزء من الإرادات توجيه لمعالجة هذه الأزمات السكن الكهرباء الصحة المدارس من خلال القطاع الخاص راح نحافظ على الأموال ماكو فساد لا تعاقدات ولا شكوك بعمولات وكذا لا تأخير دائرة مهندس مقيم وجهات الرقابية وهذه القضايا لا القطاع الخاص راح يستثمر أمواله وإحنا دائما نتحدث عن الكتلة النقدية الكبيرة اللي موجودة لدى القطاع الخاص اللي تحتاج من يسحبها للتنفيذ راح يدفذ وبنفس الوقت تصوروا مدى فرص العمل اللي راح يوفرها هذا التوجه الجديد وخصوصا قطاع البناء هو من القطاعات التي تحرك سوق العمل وتوفر كثير من المجالات هذا واحد من الإصلاحات المهمة حتى نبدأ بإشراك القطاع الخاص لحل مشاكل مهمة تواجه المواطن تتعلق بالتنمية والخدمات وبنفس الوقت راح تخلقن رأس مال بشري نستثمره يعني بكرة المهندسين الفنيين هم اللي راح يكونوا المشرفين من خلال المكاتب الاستشارية على تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع وهذا راح يولد فرص للمتخصصين مو فقط للعمالة الشيء لآخر للقطاع الخاص لأول مرة سنعطي ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص مشاريع في القطاع الصناعي والزراعي الحكومة تبادر لإعطاء هذه الضمانات السيادية حتى ندفع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاع الصناعي بالتعاون مع دول متطورة الآن اللي أمامنا ألمانيا اللي صار التفاهم معها على هذا المشروع يزودون بمصانع بخطوط انتاجية متقدمة لصناعات احنا نحددها وين نحتاج في أي مرفق في أي مجال لأي منتج نقول نريد هذا ونحدد القطاع الخاص تزودنا مؤسسات الألمانية بأحدث المصانع والخطوط الانتاجية وتنفذ من خلال هذا القطاع الخاص راح تساهم هذه المؤسسات الألمانية احنا ما ذكرنا المؤسسات المؤسسات الألمانية حتى نفتح المجال لباقي الدول اللي ممكن تدخل على هذا الشكل من التعاون هذه المؤسسات عدها استعداد تغطي 85% من كل في المشروع مقابل انه الحكومة تضمن هذا المشروع اهنا دخلنا احنا لضمان هذا المشروع و15% على القطاع الخاص هذه الموديل الاقتصادي هذا القرار هو لأول مرة يحصل دائما القطاع الخاص اين القطاع الخاص في الموازنات ونسمع هذا الحديث وين الدولة وين الدعم اللي موجود هذا الدعم اللي موجود وراح نفرز منه القطاع الخاص الفاعل المنفذ الحقيقي لهكذا مشاريع وما احوجنا لكثير من المشاريع يعني هنا من نجي نستعرض المنهاج الاستيرادي ما شاء الله نستورد كل المواد اليوم اللي موجودة في متناول هناك نصوص وضعت ايضا سوف تكون داعم للقطاع الخاص يتعذر ذكرها نأتي الى ذكرت الصناديق محافظات المحررة وكذلك سهل نينو ايضا البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون وثمانمائة وخمسة وستين مليار دينار لتغطية البرامج الحكومية الخاصة لخدمات الطبية هذا غير مشاريع ذات الصح اكو خدمات طبية راح نتوجه لها مراكز جراحة القلب والقوعية الدموية والسرطانية ومشاكل وتشغيل خمس مستشفيات للضمان الصحي وفق آلية جديدة إضافة إلى مشاريع الجهد الخدمي الهندسي الذي سيتوسع ليشمل مناطق كثيرة في كل المحافظات تمت تغطية كلف المفسوخة عقودهم والمحاضرين مثل ما ذكرت وباقي التعينات التي تبتناها ورح تكون هذه التخصيصات موجودة في قانون الموازنة خفرنا مبالغ استيراد الكهرباء بحكم دخول بعض المحطات للإنتاج والعمل تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي إن شاء الله تصرف هذه الأموال مخصصة 2 تريليون و500 مليار دينار سوف تصرف حال استلام المحصول أضفنا إلى رئيس مال مشاريع القروض الصغيرة في وزارة العمل 400 مليار دينار حتى يتمكن من التوسع في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل أيضا ضمن دعم القطاع الخاص تم زيادة رئيس مال المصرف الصناعي بمبلغ 400 مليار دينار مشروع قانون الموازنة ل23 والسنوات 24 و25 خضع لنقاش في داخل اتلاف إدارة الدولة وبالتالي هو يحظى باتفاق سياسي من قبل هذا الاتلاف اللي شكل الحكومة وهذا هو دعم مهم لمشروع القانون ما ريد نكرر سيناريو الموازنات السابقة كان كثير من الموازنات تعجز الحكومة عن الوصول إلى صيغ التفاهم تدعم المشروع فيروح مشروع قانون الموازنة لمجلس النواة ويخضع للتجاذبات ويخرج قانون مغاير لما تم إقراره في مجلس الوزراء وهذا واحد من أسباب الخلل في التنفيذ واختلاف الرؤى وأنا كنت نائب وأشاهد على هذه العملية في موازنة 2019 و2021 لا إذا أكو مشاكل إذا أكو نقاش أو تفاهم مطلوب يحصل هنا في مجلس الوزراء قبل لا نرمي الكرة على مجلس النواة لأن أنا بتقديرها لتنص من المسؤولية كل القوى السياسية استمعنا ملاحظاتهم جلسنا معهم وزراءهم موجودين في الكابينة ما أكو جهة سياسية في إتلاف إدارة الدولة ما وزير في الكابينة فإذا هذا المشروع يحظى بتوافق الحكومة لكل أطرافها والقوى السياسية في إتلاف إدارة الدولة الذي شكل هذه الحكومة سوف أطلب من مجلس النواب الحضور في الجلسة الثانية لقراءة مشروع القانون اللي تتخلى لها المناقش الحكومة مستعدة أن نتناقش واتدافع على قانونها لذلك المقتنعين به وإذا كانت هناك من ملاحظات أهلا وسهلا بالتأكيد نحن ما عدنا قرآن منزل قد نسمع ملاحظات مقترحات آراء من السيدات السادة عواء مجلس النواب في داخل الإتلاف أو خارج الإتلاف سنحضر معنا الوزراء ونناقش السيدات والسادة أعضاء المجلس بالتأكيد في جو تسودة المسؤولية في إقرار وتبني المواد اللي تخدم هدفنا كنا حكومة وبرلمان كيف نصل إلى قانون موازنة فاعل منتج يلبي تطلعات المواطنين ويخدم أهداف الدولة وبرنامج نين الوزاري ليس العبرة بالقانون ولا بالتخصيصات مهما كانت الأرقام ولا بالنصوص مهما كانت داعمة للوزارات للقطاع الخاص وإنما العبرة بالتنفيذ وبسلامة الإجراءات وبحماية المال العام من الفاسدين الذين يتربصون بالقانون وبالتخصيصات وهذه مسؤولية تضامنية من الجميع بدءا من الحكومة المعنية بمراقبة الصرف والتأكد والتحق من سلامة الإجراءات قبل الجهات الرقابية هذا هو التزامنا قبل لا تبادر الجهات الرقابية إن شاء الله نكون نحن حاضرين عند وجود أي خلل أو أي محاولة من أي جهة لاستثمار هذا القانون وما فيه من تخصيصاتهم وموازنة لأغراب حزبية أو شخصية أو مناطقية هذا قانون موازنة لكل العراقيين بكل أطيافهم وتنوحهم وواجبنا الشرعي والأخلاقي والوطني تنفيذه بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة شكرا جزينا لكم أهلا وسهلا بدر ركابي من قناة التغيير الفضائية يعني كما تعلم بأننا تعودنا سابقا عند وصول أي موازنة إلى البرلمان فهي تحتاج وقت طويل لإقرارها نتيجة للخلافات السياسية بالتالي في هذه الموازنة وفي هذه الخطوة الجريئة كما اسميتموها ذكرت دولتك بأنها تحظى بتوافق الكتل السياسية بالتالي قد لا سوف لن نشهد اختلافات تجاذبات بين الكتل السياسية داخل البرلمان حول هذا القانون وأيضا في حال اتفاقكم ككتل سياسية وتحالف دارة الدولة أيضا هل هناك موعد مبدئي لتمرير الموازنة من الاتفاق عليه شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا كما ذكرت أن هناك مراحل سبقة قرار المشروع من خلال التفاهمات والنقاشات والحديث حتى على مستوى اللجانة النيابية الأخوة والأخوات النواب وصلنا إلى تفاهم واتفاق في مجلس الوزراء وسوف نذهب وفق هذه الآلية المرسوم لها نحاول نختصر الوقت لأنه تأخرنا بما فيه الكفاية تعرف بعد القانون قرار تعليمات تعليمات تنفيذ الموازنة وهذه يحتاج لها وقت حتى تتمكن الوزارات والمحافظات من تنفيذ المشاريع سوف نحرص على اختزال وقت النقاش والحوار بتقدير التفاهم والتوافق السياسي حاصل وفق الإجراءات التي تبنتها الحكومة وهناك برنامج أيضا معاد من قبنة للتواصل مع رؤساء اللجان الكتل النيابية وكذلك اللجنة النيابية المالية وعليكم السلام عليكم أحمد عرام من قناة العراقية دولة الرئيس فقط للتوضيح 197 تريليون دينار هي لسنة واحدة أم لموازنة للسنوات الثلاث العجز 63 تريليون كيف ستمكنون من سد هذا العجز من خلال القروض أيضا لم تأتوا على ذكر المحافظات المنتجة للنفط هناك ديون للمحافظات المنتجة للنفط متراكمة منذ السنوات السابقة كيف تعاملتم معها؟ شكرا جزيلا لسنة واحدة طبعا سوف تكرر عن أضوء الأرقام والمتغيرات العجز سوف يغطى من خلال المبلغ المدور الذي لدينا بحدود 23 تريليون وكذلك سندات وطنية 5 تريليون ديون داخلية 3 تريليون وحوالات الخزينة بحدود 22 تريليون كل العجز الذي ظهر في أغلب الموازنات السابقة هو عجز مخطط يوم إذا أريد أن نقيس نحن في الشهر الثالث لحين قرار الموازنة لحين التنفيذ كفاءة الصرف طبعا هذه أنا أرفع كفاءة الصرف ما أتمسك بكفاءة الصرف السابقة التي لم يصل إلى حد معالجة العز الحرج لكن من خلال هذه القراءة التغطية سوف تكون من خلال هذه المحاور وسوف نبدل الجهد في صرف الموازنة وفق ما مرسوم لها إن شاء الله المحافظات أحنا ذكرنا تنمية البترو دولار من ذاك الله خير ذكرتني بنص مهم المحافظات التي لديها استحقاقات سابقة البترو دولار وهذا استحقاق لا يمكن تجاوزه وموجود وفق القانون طبعا أي زيادة مبلغ على الأرقام اللي موجودة بالتأكيد ترفع العاجزة احنا تبنينا وضع مادة من وفورات المتحققة اليوم احنا سعر البرميل سبعين دولار في حين سعره برينت اثنين وثمانين كل الأحوال بغض النظر عن الفرق أكو هامش خارج السعر اللي احنا مثبتينه هذه الوفورات سوف تغطى ثلاثين بالمئة تسدد للمحافظات تسدد استحقاقات السابقة والسبعين بالمئة نأخذها للتقضية العاجزة نعم السلام عليكم دولة الرئيس محمد زهيري مراسل قناة العهد دولة الرئيس ما هي آليات الحكومة لدعم القطاع الخاص وماذا تقصدون بالضمانات السيادية شكرا جزيلا الآن وصلنا إلى مرحلة بدون وجود قطاع خاص فاعل لا يمكن للحكومة من خلال موازنتها وبرامجها وتخصيصاتها أن تغطي كل متطلبات البلد مسألة دعم القطاع الخاص ليست مفردة خطابية ولا احنا في مهرجان نريد انجام القطاع الخاص يكفي تأخير في الدعم الحقيقي للقطاع الخاص اثنيا اضافة للدعم يجب ان نثق بالقطاع الخاص القطاع الخاص هو رجال الاعمال العراقيين يتمتعون بالجرأة والامكانية والكفاءة لن التفت للبعض الذي يتحايل ويلتف على بعض القرارات واللي كان جزء للأسف من منظومة الفساد لكن هناك قطاع خاص متمكن وينفذ مشاريع في داخل العراق وفي خارج العراق وقادر ان ينقل هذه التكنولوجيا ويأسس مشاريع في كل القطاعات الصناعية الزراعية في كل القطاعات حتى في تكنولوجيا المعلومات طيب ليش ما تبادر الحكومة الى دعم هذا القطاع الخاص وسبقوا ان انطينا ضمانات سيادية لمستثمرين نصبه محطات كهرباء والان تنتج المحطات وفق طريقة تيك اوربي قاعد ناخد من عدهم الكهرباء ونطيهم هذه نفذت بضمانات سيادية من عد ليش ما نكرر التجربة لمشاريع في مجال الصناعة والزراعة خصوصا عدنا عرف مقدم من مؤسسات رصينة لتقدمنا الخطوط الانتاجية والمصانع والتكنولوجيا ووفق المجالات اللي نحددها يعني من نقول الصناعة وين نحتاج بالصناعة بالبترو كيميائيات بالأسمدة بالكهرباء هذه القطاعات اللي تستنزف منه أموال نستورت فيها منتجات من الخارج نوجهها للقطاع الخاص هذه المؤسسات حتى تنطيق هذه التكنولوجيا تريد ضمانات القطاع الخاص غير قادر أغلبهم وخصوصا الصناعيين المتمين ما يقدر يغطي كل الضمانات أو يوفر كل الضمانات للقروض القروض المحلية هو يشكو منها ما عد الضمانات المطلوبة وسامعين أنتم من أغلبهم كيف عندما يتعامل مع مؤسسات دولية ونتكلم عن مصانع ريد ننشئ اليوم إحنا مشكلة معالجة البطالة يجب أن تتم وفق خلق فرص ومسارات جديدة واحد من هذه المسارات هذه المصانع بكرة من تتنفذ في داخل العراق راح تستخطب المهندسين والفنيين اللي موجودين في العراق هناك ضمانات سوف تكون هناك آلية واضحة المعالم توزع فيها المهام والأدوار سواء كان على وزارة أو مصرف يتبنى إصدار ومتابعتها مع هذه المؤسسات مثل ما ذكرت سوف نحدد القطاع الخاص الجاد المتمكن الذي ينفذ ومن نفس الوقت نحدد القطاعات والمشاريع اللي نحتاجها وتمثل أولوية مساء الله خير دولة الرئيس وياك علي أسد مرأس القناة يو تي في مع وجود اتزامات مالية كبيرة على الحكومة العراقية هل المساحة المخصصة للاستثمار وإعادة الإعمار كافية خصوصا وأن شعار حكومتكم منذ البداية هي حكومة تقديم الخدمات للعراقيين شكرا أعتقد مع هذا التوجه مع هذه التسهيلات هذا الدعم الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص يضاف له ما نعمل عليه مع هيئة الاستثمار وتعاملنا مع المستثمرين مستثمر مستثمر بعد ندخل مع المستثمر في حل المشاكل والمعوقات اللي تحتربها اليوم الحكومة لا أبالغ بالقول أنها تمتلك رؤية في كل قطاع تنتظر المستثمر ورجال القطاع الخاص الجادين الجادين بالتنفيذ يعني نتكلم عن السكن الآن وفق الرؤية اللي نحملها واللي نشتغل عليها طيلة هذه الثلاثة أشهر الماضية وإن شاء الله قاربت على الانتهاء أصدرنا بخصوصها قرارات الجزء الأساسي إذا لم أغلبها يعتمد على القطاع الخاص الآن عندنا سبع طلبات من كبار المستثمرين أبدوا موافقتهم على هذه الرؤية هؤلاء سوف ينفذون مدن مدن سكنية توفر السكن اللائق للمواطنين هذا هذه رسالة إيجابية من المستثمر بناء على دعوة الحكومة وما قدمتها إلى من رؤية لتنفيذ هذا المشروع أعتقد الفرصة مواتية لنهوض قطاع خاص فاعل في العراق في ظل توجهاتنا اللي هي توجهات حقيقية صادقة مخلصة تنبع من قناعة بأن عدم وجود قطاع الخاص مساند الحكومة لا يمكن لنا أن نلبي كل متطلبات الحياة النساء خيادة الرئيس أنمار غازي من شبكة روداو الإعلامية سيد الرئيس تحدثتم عن اتفاقات مع حكومة قليم كردستان إيجابية بخصوص الموازنة ما هو نصيب قليم كردستان في هذه الموازنة ولا تتوقعون أن مجلس النواب سيصوت على هذه النسبة أم سيتم تعديلها حين التصويته شكرا النسبة هي الموجودة في كل الموازنات 12.6 هذه النسبة وردت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة مثل ما ذكرت كل المواضيع نوقشت كان هناك وفد من حكومة قليم كردستان من جهات فنية رقابية مع وفد شكل من قبل الحكومة وسلسلة نقاشات واجتماعات انتهينا إلى هذا التفاهم وعرضنا هذا التوافق أو التفاهم على ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم طيف السياسي لكل الكتل النيابية في البرلمان وحصل للاتفاق واليوم والله الحمد تصويت مجلس الوزراء بكافة أعضاء اللي يمثلون كل القوى السياسية ودليل واضح على حصول التوافق السياسي على هذه المسودة والتي نأمل من السيدات والسادة في مجلس النواب الموقر المضي في تنفيذ وتبني إجراءات تشريع الخانون شكرا جزيلا شكرا جزيلا